وللمزيد معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب عميد ناجي مرحبا بك معنا إذن كما تبعنا هناك قواعد اشتباك جديدة تكرست بعض التصعيد في غزة ما بين حزب الله وإسرائيل على الحدود لكن في اليومين الماضيين والساعات القليلة الماضية هناك زيادة في حدة التوتر بما يشي هذا وهل يمكن أن تنهار القواعد الجديدة وربما تخرج الأمور عن السيطرة في مواجهة مفتوحة يجب أولا الانتباه لأن هذه القواعد بنيت على عام 1996 كان أساسها منضوع تفاهم نيسان سمي بتفاهم نيسان ونوع من رعاية فرنسية أمريكية وتواجد كان لسوريا في لبنان وهذا الموضوع يتضمن أن إذا قصفتم مدنيين الرد على مدنيين هو مباح وبالتالي هذا الأساس في القواعد الاشتباك ليس فقط مسافة أو عدد أو أنواع الصواريخ أو الأسلحة المستخدمة ولكن هو ينطبق على المدنيين رأينا أن حزب الله مثلا لا يقصف إلا مراكز رسد مراكز مراقبة آليات ثقنات عسكرية مواقع عسكرية كل ذلك لم يصل حتى قصف مدنيين وبالتالي حزب الله كذلك يقصف أماكن التي تنطلق منها الصواريخ أو حتى لو كانت سيارات مدنية تتنقل ما بين القرى الحدودية وبين الجرود يعني قصفت هذا ما أدى إلى خسائر كبيرة في حزب الله وبالتالي لم يتعد إذا ما كان هناك نوع من سماح لبعض الفلسطينيين من إطلاق قذائف أو صواريخ من منطقة جنوب لبناني يعني المنطقة بالقطاع الغربي خرب مخيم الرشيدية حصل أن كتائب القسام أعلنت مرة أنها أطلقت أو صرية المقاومة ولكن البعض عميد يقول أنه لا يمكن أن تطلق رصاصة واحدة دون موافقة لحزب الله على مستوى الحدود أو الجانب اللبناني من الحدود هذا في شق في الشقة الثانية عندما أشرت إلى مسألة الخسائر الكبيرة في عناصر حزب الله البعض يرى وريد تحليلك في هذه النقطة أن القواعد الجديدة المكرسة حاليا تعتمدها الجيوش النظامية وهذا ليس في إطار التدريب حزب الله الذي يعني هو أكثر في حروب العصابات إن صحى التعبير وليس في القواعد الأساسية هل هذا عامل مؤثر وهل هذا عامل أيضا في اتخاذ قرار الدخول في الحرب والإنخراط فيها حزب الله بعد قتاله في سوريا وتشكيلاته يعني أصبح قريب لجيش نظامي يعني اكتسب الخبرات والمعدات ولديها لوجستيات متفرقة ولديها فرق فرقة ردوان فرق لقتال البري لديها أسلحة مضادة جوية لديها طائرات مسيرة لم يستخدمها لديها أسلحة بحرية يعني لديها نوع من تكامل ويتصرف بشكل ليس كميليشيا يتصرف بشكل نظامي وهذه القواعد الاشتباك لم تعقد مع الجيش اللبناني عقدت مع من قام بحرب 2006 يلي هو حزب الله وبالتالي نعم أوافقك الرأي أن عندما تطلق صواريخ من قبل فلسطينيين لم تكن بمعزل عن الرغبة وموافقة حزب الله وبالتالي مثلا ليس للفلسطينيين صواريخ ممكن أن تطلق وتتجاوز الحدود يعني من أماكن إطلاقها 7 كم حتى الداخل الإسرائيل لحد 12 كم هذه الصواريخ ممكن أن تكون زودت من قبل حزب الله للفلسطينيين ولكن لا تتحمل قيادة حزب الله مسؤولية أنها اخترقت قواعد الاشتباك بأنها هي من أطلقت ممكن أن يكون الإطلاق بوسط فلسطينيين هل هذا يعني أن حزب الله غير راغب بالدخول أو خوض مغامرة وحرب مباشرة مع إسرائيل والعلى أبرز من ذلك أن هناك انتقادات من حماس من قاداتها سواء على مستوى المكتب السياسي أو حتى داخل لبنان أن طبيعة الرد وانخيرات حزب الله ليس بما كانه متوقعا لجهة توحيد أو توسيع الجبهات نعم وحدة الساحات هو شعار أطلق بفلسطين مع القوى الفلسطينية الداخلية وبالتالي وسع هذا الموضوع عندما أصبح هناك محور مقاومة كبير يمتد ليس فقط من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وبالتالي شعار وحدة الساحات يعني يطلب من أي فصيل التدخل اليوم الكلام الذي صدر عن مسؤول بحماس هو لا يطلب من حزب الله أكثر من دخول بحرب ولكن يطلب زيادة الفاعلية حتى يستطيع كف الضغط أو تخفيف الضغط عن حماس عند بدء الهجوم البري يعني عليه أن يزيد معيار تدخله حتى يخف مستوى الدخول البري إلى غزة ولكن حزب الله ما نراه كخبراء لن يدخل في حرب إلا إذا تمكن الإسرائيلي من الدخول إلى غزة ولم يتم استيعاب هذا الدخول من قبل الحماس يعني الموضوع مرهون بمدى تطور الحرب في غزة إذا ما كان المقاومة الفلسطينية استوعبت الدخول وتمكنت من رده أو صده أو فشاله ممكن أن تبقى الجبهة الشمالية على مستواها ولكن إذا لم يتمكن الفلسطينيون من مقاومة الدخول البري إلى غزة وبالتالي استطاع الإسرائيليون الوصول إلى وبناء رأس جسر للتقدم وقدم أراضي جديدة في غزة ممكن ساعتها أن يتدخل حزب الله بناء لطلب من القسام حزب الله بطلب من القسام أم بطلب من إيران وتوقيت إيراني عميد ناجي خاصة هناك تصريحات للرئيس الإيراني اللي يقول أن إسرائيل تخطط الخطوط الحمر ويجب على الجميع اتخاذ إجراءات وهو ينتقد الجانب الأمريكي على أساس أنهم يطالبوننا بعدم التدخل لكنهم يقدمون دعما واسع نطاق لإسرائيل كيف يمكن أن نفهم هذه الإشارات من الجانب الإيراني كذلك عميد ناجي إذا عدنا إلى تصريح مندوب إيران في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي منذ حوالي أسبوع يقول أن إذا لم تتدرر إيران أو مصالحها في المنطقة لن تدخل المعركة يعني وجود الأمريكيون يستعدون عسكريا إذا ما تكلمنا عسكريا يستعدون لتزويد صواريخ الباتريوت الباك ثري المنتشرة على الضفة الشرقية على الضفة الغربية من شط العرب ومن الخليج العربي في الكويت في عمان في قطر في الإمارات صواريخ الباتريوت زودت بصواريخ ثاد للتعامل عن المستويات العالية إذا ما حاولت إيران إطلاق صواريخ باليستية هناك شبكة الثاد التي ممكن أن تتعامل مع الصواريخ العالية المستوى أنا قصت عميد ناجي لو سمحت قصت أن حزب الله بالنهاية مرتبط ليس بالقرار اللبناني ولكن بالقرار الإيراني هل يمكن أن تدفعه إيران إلى خوض غمار مغامرة مع إسرائيل في إطار توحيد هذه الجبهات إذا ما شعرت أن حماس لن تستطيع الصمود أو ستخسر في هذه المعركة وفق الأهداف الإسرائيلية من أولوياتها تدمير حماس هي تقول أنه لن تسمح بذلك بعيدا عن الحسابات الداخلية اللبنانية اللي يرى البعض أنه تختلف عن 2006 لجهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأن البلد لا يمكن أن يدخل هكذا مغامرة نعم أنا بدأت من البعيد إلى القريب لأن عزل التدخل الإيراني أو المخاطر وضع إيران بمخاطر تدخلها يعني أنها إذا ما أعطت الأمر لحزب الله بالتدخل سيكون الرد كبير وساعتها إيران ممكن أن تدخل هذا يعني لعزل تدخل إيران أو لعزل القرار الإيراني لحزب الله بالتدخل هذه المضادات الجوية موجودة لعزل التدخل الإيراني تحديدا إذا ما أعطت إيران الأوامر لحزب الله بالتدخل سيكون الرد ممكن أن يكون الرد على إيران وبالتالي إذا ما تدخلت إيران هناك قوة جوية كبيرة دفاع جوي حتى لا تستطيع إيران من نجاح تدخلها هذا ما قصدته اليوم حزب الله أعتقد أنه حتى اليوم يتصرف بعقلانية وبتقدير موقف لصالح لبنان حزب الله هو مكون لبناني وموجود في لبنان بكل مقاومته مرغوبة من اللبنانيين طالما أنه يرفع شعار الأرض اللبنانية المحتلة وليس أكثر ولكن إذا ما تدخل أكثر أعتقد أن هذا الموضوع صعب على حزب الله أن يقوم به لأنه يجب أن يراعي الخصوصية اللبنانية في هذا الموضوع شكرا لك إذن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب